جماعة اليوم رح نتكلم عن الهبوط اللي يحصل الآن في البيتكوين رح نتابع النماذج اللي تكلمنا عنهم أخرا هل في شيء لازم ينتبع عليه الآن في البيتكوين؟ أي وفيه في أشياء لازم نرقبها الآن لأنه على ما أعتقد فيه ناس كثير مش مركزين على هذه الأشياء الآن مرحبا بكم مرة أخرى اسم منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت جيد على هذه القناة سبوا سبسكرايب وفاعل الجرس الآن جماعة إذا عايزين تدخلوا الساحب على 100 دولار رح نعمل الساحب كل يوم اثنين واللي عليك تعمله هو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشوف الفيديو علشان تعرف سؤال الفيديو وتجاوب عليه وتحط عنوان الـ USDT في محفظة الباينانس والعنوان دائما يبدأ بـ 0X وهذا شيء مهم لأنه العنوان المقبول وفقط عنوان الـ USDT في محفظة الباينانس وبالتوفيق للجميع وجماعة إذا تعرفوا أي شخص تتكلم اللغة التركية أو إذا انت تتكلم التركية هو عايز تدخل كمعلق صوتي في فريقنا تقدر تحصل على وظيفة بدوام كامل معنا هنا عن طريق التقديم من خلال هذا الرابط الموجود تحت في صدوق الوصف فزي ما قلت إذا تعرف اللغة التركية أو إذا تعرف أي شخص آخر ارسله هذا الرابط علشان يقدم ويكون أحد المعلقين هنا في قنوات ساتوشي ستاكر هنا على اليوتيوب طيب خلونا ندخل الآن هنا في البيتكوين وأكيد يا جماعة على الفرامات القصيرة إحنا داخلين في تريند هابط من أول ما حصلنا على الرفض من عند خط المقاومة هنا 51500 دولار من ذاك الوقت يا جماعة وإحنا حذرين وإحنا عارفين أنه في احتمالية كبيرة أنه البيتكوين راح يدخل في هبوط هنا على المدى القصير وأكيد كان عندنا مستوات الدعم على المدى الطويل كانت تدعم السعر ولكن الآن هذه المستوات انكسرت والآن نشوف نفسنا داخل الخط البني هنا اللي هو من عند 40 ألف دولار إلى 42 ألف دولار وزي ما تعرفوا يا جماعة أنه هذا الخط البني هنا يعتبر خط مرة قوي وما أعتقد أنه هذا الخط راح ينكسر بسهولة فأعتقد أنه إحنا راح نضل إلى فترة طويلة داخل هذه المنطقة فالاحتمال الأكبر أنه إحنا راح نحصل على ارتفاع صغير هنا من عند الخط البني هذا وما أعتقد أنه راح يصير دوبان سريع هنا من عند هذا المستوى لأنه هذا مستوى مقاومة قوية فزي ما قلت لكم يا جماعة أنا قاعد أجمع في هذا المستوى وهذه مش نصيحة مالية أنا ما أقول لكم ايش تعملوا ولكن أقول لكم ايش ليأعملوا أنا شخصيا ولكن نعم مستوات الدعم على المدى الطويل انكسرت للأسفل وتشوفوا كمان أنه هذا الخط الأصفر هذا كمان انكسر للأسفل والخط الأصفر هذا حاول يدعمنا مرها مرتين ثلاث أربع خمس خمس مرات حاول يدعم السعر والآن انكسر للأسفل وكمان على الفريم الأسبوعي هذا مستوى الدعم مهم جدا الآن للأسف انكسر الأسفل ولكن يا جماعة ولكن زي ما قلت أمس لازم نقفل بهذا الشكل علشان يتم تأكيد إنه هذا النموذج نموذج بيرش ولكن يا جماعة اللي ممكن يحصل يعني لسه باقي يومين في الأسبوع فاللي ممكن يحصل إنه نحصل على شيء مشابه نفس الشيء اللي حصل هنا في السابق يعني نحصل على ارتفاع هنا فوق الخط وفي الأخير يظل معنا هنا فقط مجرد ذيل تحت الخط أو تحت مستوى الدعم هذا فهذه احتمالية لسه موجودة وصحيحة ولكن إذا تم الإقفال بهذا الشكل فراح يتم التأكيد إنه هذا نموذج بيرش على الفريم الأسبوعي طيب وفيه كمان عندنا نموذج آخر على الفريم الأسبوعي اللي هو الوجه الهائلة هذه وكمان عندنا مستوى الدعم اللي في هذه الوجه الهائلة هذه انكسر الأسفل فزي ما قلت يا جماعة لازم نقفل تحت المستوى هذا علشان يتم التأكيد إنه هذا نموذج بيرش وإذا تم الإقفال بهذا الشكل فمعناته إنه هذه الإشارة البرش الثانية طيب إيش اللي لازم نعمله الآن كيف نقدر نلعب مع هذه الحركات صحيح السوق شكله بيرش ولكن على المدى الطويل أنا لسه مؤمن في البيتكوين ولكن إذا سألتوني يعني كيف أنا أجمع بين هذه الأشياء طيب شوفوا زي ما تعرفوا يا جماعة اللي أعمل شخصيا أنا هو إنه صحيح ما عندنا إتجاه واضح على المدى الطويل وما عندنا إتجاه واضح على المدى القصير وفي الحقيقة معظم هذه التشارتات يعني تشير شوية إلى الاتجاه الهابط طيب إيش اللي ممكن تعمله في خلال هذه الظروف شوفوا كل فرصة تجي لشراء البيتكوين بسعر منخفض تعتبر على المدى الطويل فرصة ممتازة جدا يعني شوفوا إذا تابعنا البيتكوين أو إذا شفنا البيتكوين بعد عشر سنوات فأكيد كل مشتري في هذا السعر رح يكون أكيد عنده أرباح مرة قوية فالمسألة يا جماعة هي مسألة وقت صحيح الفترة يعني مثلا عشر سنوات هذه فترة طويلة ولكن هذا فقط مجرد مثال وكمان يا جماعة في شيء ثاني يعني مثلا هل نشتري الآن أو هل رح يكون في هبوط أكثر من كذا لأنه أكيد إشراء في المستوى التي تحت رح يكون أفضل بكثير يعني على سبيل المثال إذا البيتكوين نزل إلى 30 ألف دولار يعني أنا ما أقول الحين أنه رح ينزل إلى سعر 30 ألف دولار ولكن هذا فقط مجرد مثال يعني أكيد رح يكون إشراء عند 30 ألف دولار أفضل من إشراء عند 40 ألف دولار لأنه ببساطة رح تحصل على أرباح بنسبة 33% من عند مستوى 30 ألف دولار إلى مستوى 40 ألف دولار أنا متفهم هذه الأسئلة ولكن جماعة شوفوا ما حد يعرف فين رح يكون القاع فاللي رح أعمل أنا أني رح أشتري في جميع هذه المستويات في الأسفل لأنه هل ممكن هذا يكون هو القاع؟ صحيح ممكن أو هل ممكن كمان ننزل أكثر وننزل إلى مستوى 30 ألف دولار؟ أي وممكن طيب إيش اللي لازم نعمله؟ زي ما قلت لكم يا جماعة أنا رح أشتري عند هذا المستوى وكمان كل ما هبطنا أكثر كل ما اشتريت أكثر لأنه كل ما هبطنا أكثر كل ما زادت نسبة الأرباح والارتفاع للأعلى فهذه هي استراتيجيتي يعني هي مش استراتيجية خارقة ولا شيء يعني عجيب ولكن المهم أنه هي استراتيجية منطقية وسهلة للاستخدام وكمان هذه الاستراتيجية تضمن لي أنه أنا ما رح أخسر فلوس كثيرة طالما أنه عيني على المدى الطويل فهذا هو اللي أنا عمل يا جماعة في المحفظة المتمسك فيها البيتكوين على المدى الطويل طيب جماعة اكتبوا لي كمان رأيكم تحت في التعليقات عن استراتيجيتكم التي تستخدموها وكمان هل تعتقدوا أنه هذا هو القاع عند مستوى 40 ألف دولار أو هل تعتقدوا أنه راح نحصل على مستويات أو نتجه للأسفل بشكل أكبر وكمان يا جماعة لا تنسوا كمان تحطوا عنوان اليوزيتي في محفظة الباينانس لتدخل الساحب على المية الدولار يوم الاثنين القادم طيب خلونا الآن نتكلم عن البيتكوين على الفريم الأسبوعي هل في أي شيء بولش في حركة السعر الحالية في البيتكوين تقدر تشوف يا جماعة اللي عملنا هنا عملنا هذه المستويات يعني قسمنا هذه المستويات زي كذا ونقدر نشوف هنا جماعة أنه في بعض التشابه والذي نقدر نشوفه هنا جماعة نقدر نشوف أنه عندنا هذا المنحنة اللي هو الكتف وبعدين عندنا الرأس وبعدين عندنا تشكلة الكتف الثانية وإذا تتذكروا يا جماعة كان في ناس كثير عند هذا المستوى عند 30 ألف دولار كانوا يتكلموا عن تشكلة هيد أند شولدرز هذه كانوا في ناس كثير يعني يقولوا أنه هادة التشكلة راح تكسر وننزل إلى مستوى 10 ألف دولار ولكن أكيد ما حصل هذا الشيء وجماعة نموذج الهيد أند شودرز دائما أهم شيء هو خط الرقبة هنا لأنه إلى أن نكسر خط الرقبة هذا المستوى هذا النموذج يعتبر يا جماعة غير كامل وغير صحيح ولي تقدروا تشوفوا هنا يا جماعة أنه بدل ما نكسر للأسفل كسرنا للأعلى والآن في الواقع يا جماعة نشوف حركة تماسك مشابهة فإلي نقدر نشوفه هنا يا جماعة نقدر نشوف الكتف وبعدين نشوف الراس وبعدين نشوف الكتف الثاني فمرة أخرى يا جماعة هذا النموذج غير قابل للتداول إلا لما نكسر خط الرقبة هنا عند 30 ألف دولار فجماعة لا تخافوا من الشيء اللي قاعد يحصل الآن لأن هذا الشيء يعني لسه يعتبر فقط خطوة للأعلى من الشيء اللي حصلنا عليه في السابق فطالما إنه رح نحصل على إلقاع هنا عند هذا المستوى وبعد كده نحصل على ارتفاع للأعلى فهذا يعتبر شيء جيد ولكن يا جماعة زي ما قلت من قبل أنا حذر الآن في البيتكوين ولكن هذا ما يعتبر شكله سيء جدا إذا شفنا عليه من هذا الشكل أو بهذه الطريقة فاللي أحاول أنا أعمله يا جماعة على قناتي إنه أحاول أفسر إيش اللي تقول لنا إياه للتشارتات والآن اللي تشارت يقول لنا إنه في عندنا هذه التشكيلة هنا فإنت تقدر تأخذ هذه المعلومات وتعمل فيها اللي انت عايزه وأعتقد يا جماعة إنه شيء مهم جدا إني أعيد هذا الشيء وأكرره في الأوقات اللي زي كده علشان ما حد يدخل بمخاطرة قوية وبعدهن يرجع يحمل المسئولية فلا تخاطر بمبالغ كثيرة حتى يعني إذا دخلت بيع عند هذا المستوى لا تدخل أو لا تخاطر كثير لأنه هذا كمان يعتبر مستوى دعم وفيه كمان شيء مهم لازم تعرفه الآن أنا ما أعمل دائما وهو إني أدخل بيع في البيتكوين يعني أدخل هبوط لأنه هذه تعتبر مخاطرة مرة كبيرة لأنه كل ما هبط البيتكوين كل ما زادت نسبة أو احتمالية الارتفاع فأنا ما رح أدخل بيع أنا فقط حذر هنا في هذه المنطقة طيب في شيء آخر كمان لازم نتبه عليه الآن وهو مؤشر الار اس آي الآن على مؤشر الار اس آي في دايفرجنس موجود هذا كمان يعتبر نفس الشيء اللي شفناه هنا في السابق على فريم الأربع ساعات فاللي كنا نشوفه هنا كنا نشوفه إنه سعر البيتكوين يتجه للأسفل ولكن الار اس آي كان متجه للأعلى بمعنى إنه عندنا بوليش دايفرجنس والآن تقدروا تشوفه إنه في عندنا نفس الشيء هنا نشوف سعر البيتكوين قاعد يشكل قيعان منخفضة وهنا يا جماعة نفس الشيء كان عندنا قيعان منخفضة ولكن على مؤشر الار اس آي نشكل قيعان مرتفعة وبعدين عندنا هنا كان البانيك زون اللي هي منطقة القلق في ناس كثير كانوا يدخلوا بيع في البيتكوين هنا في هذه المنطقة اللي هي تعتبر كانت منطقة دعم وأعتقد يا جماعة إنه في ناس كثير هنا رح يدخلوا بيع في البيتكوين عند مستوى الدعم هذا هنا فجماعة الآن الـ Divergence هذا حقيقي وموجود وربما أنه راح نحصل على ارتفاع قوي من هنا علشان يضربوا أو يخسروا كل الناس اللي كانوا داخلين بيع في البيتكوين يعني شوف إذا كنتوا عايزين تدخلوا بيع في البيتكوين كان المفروض أن الواحد يدخل هنا في المستويات في الأعلى ولكن الآن يا جماعة الدخول هبوط في البيتكوين أو دخول بيع في البيتكوين الآن يعتبر مخاطرة قوية جداً زي ما قلت من قبل فجماعة هذا هو اللي عند اليوم زي ما قلت لكم يا جماعة أنا راح أدخل تدريجياً في البيتكوين أثناء الهبوط إلى هذه المستويات في حال هبطنا لأنه ما حد يعرف فين هو القاع ولكن الأكيد هو أنه راح نحصل على القاع عند إحدى هذه المستويات هنا فهذه هي استراتيجية يا جماعة طب جماعة مرة أخرى إذا تتكلم اللغة التركية أو إذا تعرف أي أحد يتكلم اللغة التركية هو عايز يشتغل في الكريبتو بدوام كامل فتقدر تقدم هنا تحت من الرابط الموجود في صندوق الوصف شكراً جزيلاً لمشاهدة وأشوفكم في الفيديو القادم